اشتركوا في القناة اذا مصلحة الارصاد الجوية ترتقب بحول الله اجواء رعدية ستخص تقريبا جول للمناطق الوسطى والغربية احتمال بعض الامطار المتفرقة خلال امسيا ستخص الهضاب كذلك على اقصى الجنوب حتى على الصحراء الوسطى ومناطق الجنوب الغربي درجات الحرف ارتفاع اذا خلال هذه الليلة تقارب 30 درجة للتزيوز والبورا 29 درجة العاصمة نفس المقياس جنوبا على جانات 35 درجة للصحراء الوسطى اما خلال ظهيرة الغد ان شاء الله دائما موجة حار تشتح خاصة الوجهة الوسطى وكذلك الشرقية حيث درجات الحارة على السواحل تقارب 49 درجة على كل من بيجا ياجي جلسكي دانبا والطرف 48 درجة على تزيوز والبورا 48 درجة على العاصمة 29 درجة على تلمسان البيض كذلك تم رسالة واجانات ترتفع كذلك على الصحراء الوسطى لتقارب 48 درجة اما البحر خلال يوم الغد مصلحة الارصاد الجوية ترتقي ببحر قليل اتراب تقريبا على طول الشريط الساحلي الى مطر محاليا على وجهة الغربية رياح ستشتد تصل غير 50 كم في ساعة درجة حار تميل البحر تقارب 28 درجة مئوية خلال ايام القليلة القادمة بداية من يوم الثلاثة ان شاء الله تراجع لدرجات الحرارة على الوجهة الساحلية وكذلك المرتفعة الداخلية مع اجواء رعدية على الهضاب الوسطى ومنطقة الاوراس هبوب رياح قوية على وجهة الساحلية الوسطى والشرقية اجواء العادية على الجنوب الغربي اقصى الجنوب مرتفعة الهوغار والتاسيلي درجات الحرارة في ارتفاع الصحراء الوسطى ومنطقة الواحات التي تقارب 49 درجة تحت الظل خلال يوم الاربعاء ان شاء الله وكذلك يوم الخميس مصلحة الارصاد الجوية ترتقي برعود منعزلة على المرتفعة الداخلية مع هبوب رياح قوية خلال يوم الخميس على السواحي الوسطى والهذاب العليا الغربية نفس الوضعية الجوية على الجنوب درجات الحرارة في تراجع على السواحيل غرب الشمس اليوم الغد في تمام ثامنة على مستوى العاصمة وما جورها من مدن امسية طيبة للجميع في امان الله اشتركوا في القناة